وترأس محافظ صلاح الدين اسماعيل اخدير الهلوب رئيس اللجنة العليا تحضيرية لقانون مشروع سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية اجتماعا لمناقشة الخطوات التي تم تنفيذها لهذا المشروع مؤكدا أنها تسير وفقا لما مخطط له وهناك خطط مدروسة لتجاوز العقبات وطلع المحافظ خلال اجتماع اللجنة الذي عقد في قائم قامية قضاء سامراء على تقارير اللجان الفرعية موجها لتصويب العمل واختزال التوقيتات الزمنية وقال المحافظ أن حكومة المحافظة تتابع شؤون المدينة عن قرب رفضا كل العقبات التي تعيق أعمال التطوير ومن بينها المشاريع المتلكة والوهمية التي ألحقت الضرر بالمدينة